الفاكس الأولاني اللي وصلني بيقول السيدة الإعلامية صفاء بسعود أنت تستحق وسام لاختياراتك لضيوف سعد صفاء بشكرك أو بشكرك جدا وأستاذ محمود سعد إيه رأيك في هوجة الأفلام المصرية الغريبة على عادتنا وتقاليدنا العربية يا أستاذ يا ناقد يا كبير إزاي أبطال العمل يكونوا في حالة يرثى لها في الشوارع ويرقصه ويرقصه أمام دور العرض أستاذي الناقد عيب أوي دي ظاهرة غريبة علينا لا تتناسب مع عادتنا وتقاليدنا أستاذ محمود مدام صفاء يريد ننبذ الظواهر الغريبة على مجتمعاتنا من الشاشة الحاجة أم شهاب السعودية صديقة البرنامج آه ده نوع من أنواع الدعاية الجديدة نوع من أنواع الدعاية الجديدة يعني هي طبعا حاجة بتقلل من قمة الفن بشكل عام يعني حاجة بتقلل من قمة الفن العمل الفني بشكل عام لأنه زمان كان شوف بيلبسوا سوريهات وألمزات وتخذ شفاءة الحمامة مع عماد حمدي مع شكر سلحان مع مظهر يعني كان بيبقى الاحتفال بعرض فيلم ده كان حاجة وأنا الحقيقة ما حضرتش ده بس حضرت حاجات تانية كان بما يسمى بقاعة الوزير في مصر هنا من حوالي 20-25 سنة كنا بنحضر افتتاح الأفلام كان حاجة محترمة جدا ده لغة العصر الهبوط في كل شيء يعني الهبوط في كل شيء ده يعني عندك حق والله يا أستاذ محمود فعلا الهبوط بقى في كل شيء ونتمنى أن احنا نخرج بالمرحلة دي وفعلا نحاول نلاقي لها أي حال من الحلول أنا بحية على اهتمامها الحقيقة وفاكسة تانية أيضا بيقول الإعلامية النجاحة صفاء بسعود شكرا الإعلامي محمود سعد في حلقة البيت بيتك مع باسكال مشعلاني تامر باسيوني يوم 3 يكون مع المفتي ويلبس عباءة التقوى والإرشاد يوم الأربعة كانت الضيفة باسكال مشعلاني طبعا المؤدمة طويلة من جبل الجليد والجمال لآخره دخلت الفنانة لبسة الحقيقة فيه نقط 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 مش عارفة ايه يعني معناها ووضعت رجل على رجل أنت وتامر وعلامات تعجب كتير قوي يا أستاذ محمود نظرات فاضحة وكلام أفضح يا ناس ده مش جبل الجليد ده جبل النار ابتدتوا بفاصل من الغزل أمام الملايين قلت ده الجليد لو جيه جنبها حينهار يا أستاذ محمود كل ضيفاتك بيتقال لها كلمات الغزل الجميلة ليه احكيتك بقى حسن أبو غبن امبابة هو ليه بيتفرج هو ليه بقعلي شغل بالي بالحاجات دي يعني ليه بيتفرج أولا أنه خالط ما بيني وبنتامر يعني أنا مش عارف ميني اللي قالي الكلام فينا أنا مش فاكر الحياة الحلقة بس أنا كمان قلت جبل جليد أنا مش ممكن أقول كده أنا يعني مش ممكن أكون قلت كده لأنني باستخدمش الألفاظ دي خالص ثم إذا كان على إن أنا بقول كلام مجاملة لديوفي أنا بحبش الكلام في العموم ولا النقض في العموم يقولي حلقة كذا في يوم كذا قلت كذا لفلان أنا ببدأ حلقتي على طول بخش يعني على طول في الضيف أسئلة على طول ما عنديش بند المجاملات ده فأعتقد إنه حسن عنده لفس الشوية ثم إنه الأساس تامر أمين بيعمل لقاوه مع المفتي يوم الثلاث فضلت المفتي الدكتور العلم الجليل علي جمعة يوم الثلاث وإحنا كنا يوم الأربع فيش مانع عبداً أنا أعمل حديث ناردة مع رجل دين وبكرة أعمل حديث مع فناني أنا مش شايف إن دي فيها حاجة خالص الفنانة الاستعراضية اللامعة صفاء أبسعود أنت فين يا فنانة يا جميلة أنا بحس بالعيد لما أسمع أهلاً بالعيد من صفاء أنا بشكر حضرتك جداً على يعني شعورك الحل واسمح لي إن أنا أكمل الفاكس الموزيع اللامع جداً محمود سعد أنا بحبك عشان أنت قريب من القلب عندك لازمات اشرب العصير صحيح صحيح معلش ممكن أقول حاجة ما تزعلش ولا تزعل في حلقة من حلقات البيت بيتك مع أمل حجازي المطربة لما سألتك بتحب الشفايف الرفيعة ولا التخينة قلت لها بحب الشفايف اللي بتبوس كويس تفتكر ده ينفع في تلفزيون دخل بيوتنا السؤال والجواب مش في مكانهم على الملأ كده تقول ولا إيه يا أستاذ محمود نرمين المسلمي مصر الجديد يعني ليه اعتبرت أن البوس حرام البوس حلال لما كن ببوس مراتي تبقى حلال لما كن ببوس بنتي ببوس أمي تبقى البوس حلال فكوني قلت بحب الشفايف في البوس كويس ده ده دي حاجة صحيحة أنا بحب الشفايف في البوس كويس ده كان سؤال في حوار يعني فيه واحدة من الحوارة وبدأ تقول السؤال أعتقد أن الأستاذة لما تتجوز هتبوس جوزة ولا إيه مش هتبوس الجوزة ولا إيه معرفش يعني تأملوا الحياة كويس قبل ما تبقى فيه جوم على الألفاظ اللي بنستخدمها لأنه الألفاظ دي مسكورة في كل حاجة يعني مسكورة في كل حاجة في حاجات مهمة جدا في حياتنا فالكلام ده مش عيب العيب أن الواحد يعمل الحاجات الغلط والحرام مش العيب أن أنا أقول كلام زي كده لأ أنا ما أعتقدش أن ده عيب لأنه دي حاجة كلنا بنمارسة